الحقيقة الأنفاق ودي كانت ملحمة يعني بكل المقاييس وإعجاز هندسي قامت بالدولة المصرية أن يتم تنفيذ هذه الأنفاق كلها في زمن قياسي لأن يمنئن وأتذكر كلمة فخامة رئيس لما جبنا الشركات العالمية عشان تبدأ في البداية تضع الرؤية لتنفيذ هذه الأنفاق كانت بتتكلم أنها حتنفس هذه الأنفاق تباعاً يعني بعد ما تخلص نفأ يعني الخمسة حتاخدهم ورابعة وبالتالي كنا ممكن أن ننتظر لخمسة عشر سنة على الأقل علشان هذه الأنفاق تبقى موجودة على الأرض ولكن كان القرار المهم أن الدولة المصرية التي تنفذها بسواعد أبنائها ويتم هذا بالتوازي عشان كده الحمد لله النهاردة إحنا أصبح لدينا بالإضافة للنفاق القديم نفاق الشهيد أحمد حمدي بقى عندنا خمس أنفاق بتكلفة وصلت لخمسة وثلاثين مليار جنيه النهاردة لو بنحسبها بالنهاردة أنا بقول لحضراتكم الرقم ده هيبقى أربع أضعاف هذا الرقم لو نحن بنهاردة عايزين ننفذ هذه الأنفاق إنما الحقيقة بقت قدرة هذه الأنفاق إنها بتربط الحركة بصورة كبيرة جداً على مدار الأربعة وعشرين ساعة بنتكلم إن بقت الحركة لا تتجاوز الخمسة وعشرين دقيقة من وإلى سيناء سواء من الشرق إلى الغرب ولكن الأهم زي ما كنت بقول لحضراتكم إنها بقت مش فقط أنفاق ولكن بقت شبكة طرق اللي حضراتكم شايفينها منقطة بالأحمر دي بقت بتربط أقصى غرب الجمهورية من أول مطروح والسلوم بقى عندنا القدرة إن إحنا نصل إلى كل أنحاء سيناء وبالعكس من خلال هذه المجموعة من الأنفاق